لا شك هناك أحداث تجري في لبنان ولبنان أحد مكونات هذه الأمة والموضوع أنا برأيي حين يتعلق بالأمة كلها يتجاوز حدود الأوطان الدول الوطنية ويهم كل أمتنا موضوع الفتنة الطائفية اللي يراد تحريكها ويراد إشعالها ونحن جميعا نعرف من يقف وراء تحريك الفتن داخل هذه الأمة كل تحريك الفتن داخل هذه الأمة والحروب الداخلية لمصلحة الكيان الإسرائيل الصهيون المغروس في قلب أمتنا والذي ينمي ويحرك هذه الفتن هم أولياء أموره والمتحالفين معه وآخر شيء نحتاج نحن كأمة إسلامية تحريك فتنة طائفية بين مكونات الأمة بين السنة والشيعة في لبنان قد تمتد إلى مواقع أخرى يكفي ما حدث لنا في هذا الإطار أنا أريد أن أقول أولا سيدتنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليست بحاجة لمن يدافع عنها زكاتها وتزكيتها من عند رب العالمين سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر